بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنستكمل حلقات علم الاجتماع السياسي توقفنا المرة الماضية عند المدرسة السلوكية والأفكار أو المشاكل التي تظهر في الطرح السلوكي لتعريف السلطة اليوم سنجيب طرح تاني للكلام عن السلطة وهو الطرح الذي يتكلم بإعرض السلطة السلطة كحاجة مواجهة للحرية يعني إما السلطة وإما الحرية والطرح ده هيعمل هذه المدرسة أو التقليد في التعريفات الذي يعرف السلطة باعتبارها نقيد الحرية أو في خلاف أو مواجهة مع الحرية في مشاكل هذا الطرح في حاجات مواطن قوالي وفي مشاكل في هذا الطرح بيبدأ الكتاب بيبدأ الكتاب بتاعنا بيقول يجعل تقليد كامل للفلسفة السياسية من سلطة الدولة والحرية بالحرية بالمعنى الفردي الأفراد مزدوجة متضادة الأمر الذي يذكر به قاموس لالند الفلسفي في تعريفه لكلمة سلطة بيقول تعريف كلمة سلطة هي أن المعنى العام للكلمة المختلف عن المعنى الفلسفي يحدد كحالة للكائن الذي لا يخضع لأي إقراهات والذي يملي وفقاً لإراداته وطبيعاته فهو إنسان ما عندوش أي إقراهات ده معنى أنه هو السلطة السلطة هي الكائن اللي ما عندوش أي إقراهات لو فيه أي إقراه عليه بقى كده موجود سلطة إنه مرس السلطة على الغير هي إذن ما يحده من حريات هذا الغير بل ويلغيها وينجم عن ذلك مساقان من التساؤلات بيطلع طرحين من مشاكل من هذا التعريف تعريف السلطة بأنه تقييد حرية الغير النوع الأول من الأسئلة اللي بتظهر والإشكالات اللي عملة تظهر هي الحرية التي يؤكدها استقلال الإرادة ترتبط الحرية الفردية في الدائرة السياسية بالفكرة القائلة بأن هناك نشاطات وأساليب تعبير بل ومجرد مواقف قد تشكل ميداناً يخرج تماماً عن نطاق مراقبة القوى السياسية إن في ميدان موجود في أي دولة هذا الميدان مفروض مراقبة القوى السياسية أو مراقبة النظام السياسي لا تتدخل فيه أبداً سيبقى برحته ويتفاعل هو ويظهر نفسه في بعض التقاليد أو بعض النظرات سيتكلموا على المجتمع المدني كحاجة مفروض إنه تكون بعيدة أو خارج تدخلات السلطة بأي شكل لكن إحنا أكيد خاصة مع انتشار أفكار يسار الإسلامي في طول الربع القرن الماضي أكيد شفنا هذا الطرح كثيراً بتاع المجتمع المدني أو المجتمع الشرعي أو أي مجتمعات هو أعمال يجيب بيدور حوالي من الفكرة دي فكرة إن هناك مجتمعات لابد أن توجد في الدولة خارجة عن أي تدخلات من السلطة السياسية والقانون لا يستطيع إلا أن يضمن لا أن يحد تعصفياً أو يمنع هو فكرة القانون مجرد حماية فقط لا أكثر إنه يضمن إن الحاجة دي خارج نطاق التواجد السياسي وخارج محدش من السياسيين يتدخل فيها فيسيب حرية الأفراد بصورة كاملة في هذا الأمر وهذه الرؤية التي تتضمن إشكالية حقوق الإنسان وإشكالية دولة القانون تندج مؤشرطاً في إطار التمييز الشعير الذي أجرى بنجامين كونستان في بداية قرن التاسع عشر بين حرية المحدثين وحرية القدماء بنجامين كونستان قال إن فيه حرية حديثة الحرية اللي هم موجودين فيها فيه حرية الانشانت اللي هو حرية الناس المتقدمين الحرية الحديثة بالنسبة لزي ما نقول اللي هو حيصف الليبرالية الكلاسيكية اللي هو الدولة مجرد حارسة للقانون إنما الإنسان عند الناس عندها حرية كاملة في إنها تتصرف حرية واستقلية إرادة وتسلم بجود دائرة مبادرة فردية تمتنع الدولة عن إدارتها ويجب عليها بالعكس حماية هذه الحريات إنها بنظر الليبراليين هي إمبراطورية الإرادة الشخصية وحدها أما حرية القدماء بالإسناد إلى ممارسات الديمقراطية المدنينية في العنصور القديمة فإنها تكتفي هنا بيتكلم على الحرية اللي كانت موجودة حرية القدماء عندها وهي الممارسات المدنينية إن أنت عندك حرية في إن أنت تشارك في التصويت وفي الانتخاب لكن هذه حرية سياسية بمعنى أن تستطيع تتكلم على الديمقراطية الليبرالية لكن الليبرالية بمعنى المعنى الواسع إن الدولة لا تتدخلش في سواء الأديان أو المعتقدات أو السلوكيات الشخصية أو أي حاجة الدولة لا تتدخل لها أنا لها حرية كاملة في الأبكار والمعتقدات والأديان والسلوكيات الحاجات دي كلها دي حرية المحدثين اللي هما بيتكلم على طبعا بداية قرن 19 بإنسان الممارسات الديمقراطية المدنينية في العصور القديمة فكانت تكتفي بإقامة مشاركة فعلية المواطنين في التصويت على القانون لكن شيئا لم يكن يحده من التوسع المحتمل لأحكام الزجرية الأحكام اللي فيها تدخلات أو الأحكام اللي ممكن هما إحنا بنصوت على القانون طب القانون ده ممكن يكون بيحد من الحرية الفردية هو بيعتبره في الديمقراطية اللي كانت موجودة في اليونان أو الليبرالية اللي كانت موجودة في اليونان الحرية القديمة هي أن أعمل لك أنا أكفي أن أدي لك القدرة أن أنتم كلكم تصوتوا على القانون لكن المسألة أن أنت تتكلم على ما بعد ذلك اللي هو القانون طب يفرض القانون ده وطلع فيه مشكلة بيقيد الحريات الحرية المحدثين بيقول لك لا مفيش حاجة يسمعها القانون يطلع فأصل الناس سواتوا عليه ثم نكتشف أن القانون بعد كده بيعمل مشاكل في الحريات لازم عندنا قدرة على أن نستبعد هذا القانون وبالتالي الإجماعات هذه المشكلة ستحصل يمكن أن تشوفوها في تاريخ المحكمة الدستورية العليا والصراعات التي خادها العلمانيون لكي يحاولوا يغيروا الأحكام والذي كانت تصدرها في محكمة الدستورية العليا في مسألة أنهم يريدون أن يمكنهم العلمانية من الدولة وأن الدولة لا تكون مساعدة على البروتستانتية أو الأديان بشكل عام في صياغة أي منظور للأحكام بتاعتها عايزين مسألة الحرية فهي فكرة أن أنت حتى بعد المحكمة الدستورية العليا وهي المحكمة الدستورية العليا في التاريخ الأمريكي يتوش به فكرة الأرباب يعني قريبة جداً من الأفكار الوسانية أن دول أرباب اللي بيقولوه يعني خلاص يسرع كله والمفروض يستمعوا ليه ثم عايز أنت عندك قدرة أن أنت تقدر تناقشها أولاء الأرباب لأنهما بيمشوهش هو لغاية لما يموت هو قاضي في المحكمة الدستورية العليا أو هو اللي يطلع من نفسه محدش له سلطة لم يمشيه فأنا أفضل عمال أخوض هذا النضال من أجل إقناع القضاء في المحكمة الدستورية العليا فهي هذه الفكرة بحرية القدماء وحرية المحدثين سنرى بأن جميل كونستان كان يفكر عندما قال هذا الكلام بأنه كان يكام على نخبة أن الحرية دي حرية نخبة نخبة مستنيرة هي اللي يكون لها الحرية في أن هم يشاركوا مجتمعيا أن هم يقولوا أراءهم أن محدش يقرب منهم ودي حرية قرن 19 أو لبرالية نهاية القرن 18 ومطلع قرن 19 ودي كانت اللبرالية في أمريكا وتصوراتها في البداية ما كانوا يحطين أن كل الشعب يشارك في حاجة زي كده لا هو كان المفروض أن الحرية في هذا الوقت المبكر أو اللبرالية في هذا الوقت وكانش مصطلح بيستخدم بقوة هو مصطلح الحرية فريدم هو اللي كان بيستخدم بقوة الفكرة الحرية مش معناها الديمقراطية هنشوف لما نيجي بعد كده التأسيم أريستو اللي هو هيعتبر الديمقراطية هي أسوأ واحدة من أسوأ النماذج لأن انت بتتكلم على حكم الدهماء فهو مش عايز كده هو أنت عايز حكم الارثقراطية المستنيرة فده كان في مطلع القرن 19 دي كانت فكرة المسيطرة على الديمقراطية اللبرالية في الناحية السياسية أن دي نخبة مستنيرة هي اللي بناخد أصواتها وهي اللي بناخد كل حاجة ثم لما هيجي يعرف هذه النخبة المستنيرة برضو هيبقى فيها أثر من أريستواضح في مسألة النومة هيعرفوها بمسألة الممتلكات الحيازة الممتلكات اللي أنت عندك قد إيه من الممتلكات ومنصروا وبالتالي يقدر يكون لك صوت في الانتخابات ويبدأ لما نيجي نتكلم على كل الرجال الأحرار متساوين يبقى إحنا بنتكلم على المساواة بين الرجال الأحرار كلهم الرجال الأحرار دول إحنا بنتكلم على الطبقة العليا من المجتمع مش كل الرجال الأحرار بمعنى اللي هم العبيد أو الشديد الفقرة أو الحاجات دول إحنا بيكلموش على بهذا المعنى لكن بينما كان بن جميل كونستان يتصور هذه الحرية أو بمعنى الاستقلال الثامينة باعتبارها وقفاً على أفراد النخبة المستنيرة ومطلباً لها رافع جون ستوارت ميل بعد نصف قرن لصالح توسيعها لصالح أكبر عدد ممكن جون ستوارت ميل واحد من أهم الفلسفة في تطور الليبرالية هو كان بقى يتكلم أن لا أحدهم مش عايزين نخبة مستنيرة لابد أن يكون حرية لكل الناس موجودة لكل الناس وإن كان قد أقرب المشاركة الشعبية من خلال اقتراع العام والشامل فإن ذلك سيكون دائماً بهدف توطيد حكم يخضع للحكمة القائلة بأن هنا بجون ستوارت ميل هيحدد السلطة كجوهر تركيز معنى الليبرالية الكلاسكية هذه الغاية الوحيدة التي لأجلها يمكن للسلطة أن تستعمل شرعياً من قبل جماعة متحضرة ضد أحد أعضائها رغمًا عن إرادتي إنما هي منعه من إزاء الجير ده العلة الوحيدة اللي ممكن نستخدم فيها السلطة ضد أي حد إن إحنا بنعه إن هو يأذي جيره والمنع هنا عشان يديه معنى واسع وهنا حتحصل طبعًا تأويلات طب إنت ليه ما بتقولش مثلاً إن اللوطي هنا بإن كده بيأذي الجير بيأذي الجير منجرد قوله إن هو لوطي فقط لا إنت لازم تعتبر إن هو يقدر يأذي الجير ويأذي المجتمع إنما مش حنعيد تاني الكامل اللي إحنا في سلسلات مدخل الإجتلوجيات تكلمنا عنه الفكرة بتاعة المجتمع والفرد اللي هي فكرة هو أنا هاعتبر إن فيه رأي فردي بيؤذي الجماعة ولا هو المجتمع هو مجموعة أفراد مفيش شيء اسم مجتمع بمعنى إن إحنا نحترم إلى الأفكار الجماعية اللي حيبقى الليبرالية الفردانية والنزعة الفردانية فيها حتبقى معادية للنزعة الجماعية اللي حتبدأ تتركز في هذا الوقت مع الوقت تبدأ تتركز مع الاشتراكية والفكر الجماعي هو عايز إن لأ أنا فيه إزاء مادي واضح للآخر ساعتها القانون يدخل وسلطة تدخل ما على ذلك محدش يدخل السلطة في منع أي حد أو التدخل مع أي حد طبعاً ده حيؤدي المدح السوق المفتوحة من الحاجات اللي حتبقى مترابطة إنه هو المسألة مش مجرد نقاش على مستوى السلطة السياسية فقط وقانونية لأ حيتكلمه كمان على مسألة السوق المفتوح إن السوق المفتوح سيبدأ يمدح في هذا الفكر فيقول لك تمتد النظرة للتضاد بين سلطة الدولة وحريات الأفراد لدى الموظرين اللي براليين اللي تصل إلى الميدان الاقتصادي وتترافق مع مديح للسوق ففي وضع المنافسة الخالصة والكاملة لا يكون لأي سلوك فردي للوكلاء أي أثر محسوس مباشر على سلوك المجتمع المنظور لهم كمجموعة يعني مش بنتكلم عن المجتمع اللي يجب أكتلة وتعلقها أو مجموعة من أفراد سيب الأفراد هم يتصرفوا كل فرد يعمل الصح مدام مش حيز غيره ما تدخلش إمتى وتقول المجتمع بيقول كذا بمعنى أن هناك قوانين المجتمع لا تسري على الأفراد لا هو عايز أن الفردانية القوانين بتاعت الأفراد هي دي المهمة ما فيش حاجة يسمعها قوانين مجتمع تفرضها على الأفراد وتقول الأفراد لازم يمشوا عليها ويستمعوا وتكون لها سلطة عليهم باختصار فإنه لا يكون هناك من المسيطر ما فيش حد بيسيطر على حاجة مجموعة أفراد كل واحد يعمل اللي هو عايزه وعلى أو تعالى ذلك يقترض هذا الصوف احترام الدولة الصارم لمبادئ دعه يعمل دعه يمر فبين ريتشارد كوبدن مقاتل ضد قوانين الحبوب كورن لو في سنة 1948 وفريدريك هايك الذي ندد بعد قرن الزمان في الدولة الحامية بطريقه العبودية ليس هناك منقطع في الاستمارات الفكرة دايما بتاعت أنهم مش عايزين يكون حد ليه سلطة عليها النقاش أونح عايز ترجع للنقاش الكامل أو المطول شوية في هذا الأمر ارجع لحلقات مدخل إلى الأيدولوجات لما جاء نقاشها جمي حالات نظرات العلاقات دولية لما تكلمنا عن الليبرالية تعرضنا بجزئة البسيطة لهذا الأمر أنها مدخل إلى الأيدولوجيات تكلمنا عنها بتفصيل أكبر فكرة أنه إحنا مش عايزين حد يكون مسيطر وده اللي حيؤدي بهم مسألة الهجوم على الأديان الجماعية الدين الجماعي إحنا مش عايزين يبقى فيه حد اسمه قصاوسة ورهبان مسيطرين وهم المسيطرين دول اللي بيقولوا تمشي يمين أو شمال أو الحاجات دي كلها نسيب الأفراد كل واحد يعمل اللي هو عايزه ويشوف اللي هو عايزه اللي تفرج على سلسات بروتستانتية في أمريكا أو تاريخة بروتستانتية في أمريكا أكيد لاحظ أن فيه جانب بروتستانتي واضح أو توافق بروتستانتي مع هذا الكلام على شكالها اللي برالية تنجح بصورتها الفردانية في أمريكا أكثر من أوروبا كانت نجحة أقدم من أوروبا لأن الفردانية هناك كان البرتستانتية تسمح لها أنها تعمل حاجة زي كده وفي العام الأنجلسكسوني بشكل عام الفردانية تسمح لها بهذا الشكل أكثر من العالم الأوروبي أن سوق المنافسة الحرة المحمي من التدخل العام يقدم دائما باعتبار الدرجة السفر في الإكرار لا يوجد أي إكرار بأي شكل كل واحد يريد أن يعتمد وذلك أيضاً لسلسات بروتستانتية اللي تكلمنا أول حلقتين تقريباً أعتقد لما تكلمنا على فكرة سوق الأفكار كلام كان صريح أننا نريد أن نسوق أفكار وأنك كداعية تطلع وكل متوافق على هذا السوق وكل عايز لما فكرة العلمانية الأمريكا ليه المتدين أو الإنجليين أكتر ناس كانوا عايزين العلمانية في أمريكا في الوقت المبكر في أمريكا في قرن الـ 18 والـ 19 هي فكرة العلمانية فصل الدين عن الدولة بمعنى أنه ما يكونش فيه دين واحد للولاية فمش عايزين يكون الدولة أو الولاية لها دين واحد وبتفرض هذا الدين على الجميع سيبه سوق سوق مفتوح كل واحد يقدر يدعو اللي هو عايز يدعو له برحته ما تفرضش حاجة على الأفراد عشان كده البروتستانتية إنجليين متعاسمين البروتستانت في القرن الـ 18 ومطلع القرن الـ 19 كان دي أفكارهم فصل الدين عن الدولة قلنا أن فصل الدين عن الدولة عندهم معناه أنهما كانوا وده اللي تخلّهم متوافقوا مع مادسون أنهنا عايزين نفصل الدين عن الدولة بمعنى أن الدولة تسيب الدنيا سوق مفتوح اللي يقدر ينجح فيه يفتح ينجح فطبعاً الكيام ده شوف قد إيه هو متوافقوا من ناحية تانية مع فكرة الليبرالية شكراً الامتزاج اللي حيحصل في نهاية القرن الـ 19 ما بين البروتستانتية والليبرالية ويبدأ يبقى فيه المين لاين بروسستانت أو التوجه العام البروتستانتي العام حيبدأ يبقى ليبرالي ويبدأ يبقى فيه تماهي ما بين البروتستانتية والليبرالية ده مفهوم جداً مش مفهوم قوي مع الكاسوليكية الليبرالية إنما حيبقى مفهوم بصورة واضحة مع البروتستانتية الليبرالية لأن الاتنين تقريباً كانوا توفقين على القص الكبرى وبعد كده يبقى فيه بروسستانتية دينية بصورة أكبر ويبدأ يبقى فيه علمانية لا دينية بصورة واضحة وده انفصال آخر ليه جزوره طبعاً لكن هيظهر بصورة كبيرة جداً في القرن العشرين فهو من الآخر هم عايزين سوق الكامل بيقول لبروتستانت هو كامل بيقول لبرالية سيب الدنيا سوق منافسة حرة كاملة محمية من التدخل العام يقدم دائماً باعتبار الدرجة السفر في الإقراء ما تخليش فيه إقراء على أي حد ما فيش حق أي حد يبقى ليه سلطة على حد الحقيقة أن الأطروحة لا قيمة لها هنا بقى حيبدأ يقدم نقد على الطرح الجميل قوي بتاع عسيب السلطة وفتاح السلطة والحاجات دي كلها الحقيقة أن الأطروحة لا قيمة لها إلا إذا نظرنا إلى الحرية في علاقتها الوحيدة بالسلطة السياسية أن إنها أطروحة الليبرالية الفوضوية لما كلمنا عن الليبرتارية الأنركية حتى هو حيقول نوزك حيذكره مباشرة فقرة الليبرالية الأنركية أن انت عايز أنركية أن الناس كلها بدون سلطة ومحد سلطة ليه سلطة على حد وكلم ده كله أنت عايز الليبرتارية الأنركية أو الليبرالية فوضوية فمن نافية القول أن المنتج في السوق اللي بينتج في السوق يخضع في وضع بصورة ملموسة لإكرهات ملحة يعني أنت ما تقولش أن أي منتج بيطلع في السوق ما فيش أي إكرهات علاقة عليه إكرهات لو أنت بتقول أنه هو مش مكره ما هو الطرح بيقولك أنه ما فيش أي إكرهات إزاي كل منتج فيه حاجات في السوق بتفرض عليه إكرهات وجود طلب فيه طلب على السلعة بتاعته مستوى الأسعار اللي بالمنافسين بيحددوه جايزية اليد العاملة الضرورية وكل فتحة كل الحاجات دي إكرهات بتحط عليك عقابات ومشاكل فما فيش حاجة اسمها أن الحرية كاملة في السوق الاقتصادي أو السوق السياسي أو السوق الديني بما فيها السوق الديني ويعني الفكرة دي التي أنت ممكن تقولها والله عظيم جميل ما يبقاش فيه أي حد اللي صلت إنت راح لو أنت خدت الفكرة مدتها على سقمتها راح ناحية لبرتارية أنركية عشكال لبرتاريين الأنركيين ليه جت مع اليمين الأمريكي اللي هو تبني من الخمسينيات والستينيات للفكرة بتاع اللبرتارية الأنركية بصورة واضحة وظاهرة لأنه هو بيعتبر أن أنا عايز الليبرالية كلاسكية اللي نشأت بيها أمريكا أن يبقى كل فرد هو رب نفسه أنا ما فيه سلطة لأي ولاية أو سلطة فدرالية تقول لها أي سلطة علي إحنا عايزين صورة الليبرالية القديمة بتاعة أمريكا فاليمين الأمريكي دايما بيقدس أو الجانب اللي هو الغالب عن يمين الأمريكي لأن فيه اللي هو اليمين النازي ده حاجة تانية خالص الجانب الغالب على اليمين الأمريكي اللي هو بينظر العصر الآباء المؤسسين وعصر الأمريكا اللي هي لما كانت جريت والأمريكا العظيمة والأمريكا النشأة هو بينظر لها دي الليبرالية كلاسكية أو الليبرتارية التي تمثلها حاليا بالاسم الليبرتارية الأنركية اللي هو عصر أن كل إنسان ما فيهش حد يبقى ليه سلطة عليه أنه يتدخل في الخيارات الشخصية بتاعته وممتلكاته الشخصية تمام؟ فهو الطرح ده دايما يقع في مشاكل المشاكل؟ المشاكل أنه أنت ما فيهش حد ما عندهش إكرهات لا لا بد أن فيه تدخلات هتعملها الدولة ما فيهش حاجة اسمها كل واحد يعيش رئيس جمهورية نفسه لأنه حصل صراعات مين اللي هيحسم الصراعات؟ إما القوة الشخصية بتاعت الأفراد إما الدولة هتبقى مضطرة أنها هتتدخل وتمنع هذه الصراعات أنت بالوقتي زي ما حصل في التمينات أو التسعينيات لما أمريكا دخلت كان فيه واحد حادثة مشهورة جدا في التاريخ اليمين الأمريكي اللي هو كان ماسك ماسك الأراضي الزراعية بتاعته والأراضي الزراعية دي محدش يتدخل من الحكومة خالص بأي شكل أشكال الأراضي بتاعتي ومنوع أن الحكومة تتدخل وغططهم مني أي ضرابة ولا أي حاجة أنا رئيس جمهورية الحتة دي دي مش بتاعت حد وماسك بقى كان مسلح عيلته مسلح كل حاجة الحكومة طبعا تدخلته عجانته يعني فرامته عالكام ده كله بعدين بس فضل السنوات فيه أزمة أن هي الطرح بتاعته هو بيستانج اللي برتارية الأنركية أو اللي برانية الكلاسكية فهي دي بقت أزمة الطرح بتاعته ده هو نفسه فيه مشكلة لأن أنت مسلح العيلة بتاعتك تمام وقاعد في الأرض دي ورافض أن حد يدخل فيها ولا أن الدولة تأخذ منها أي حاجة تمام طب لو حصل أن عيلة تانية جات وهجمت عليك وضربتك أنا كدولة إنت لو جدت تكلمني أقول لك ليه إنت رئيس جمهورية الحتة دي دافع عنها مش أنت متسلح ومنع أن الحكومة تدخل بأي شك من الأشكال دافع عن الحتة دي فأنت معك إيه معك ألف واحد من عيلتك كلهم مسلحين راح جايلك عشر تاياف واحد تانيين ضربينكم بالنار كلكم واخدينها أنا كدولة المفروض أنا مليش جعوه فهو لا والطرح بتاعه أنه لا أنا عايز أن الدولة تتدخل لو ما يحصل إيزاء للجي لو حد جاي إزيني من الأفراد التانية مشكلة الطرح ده أن هي الكلام ده كله أن أنت كدولة عايزني أطلع تماما من الموضوع مفيش أي حاجة أخذها مقابل أن أنا أجي أدفع عنك من حد جاي هجم عليك مفيش أي مقابل مدي مقابل حماية مقابل أن أنا موجود فمانع الفوضى مفيش أي مقابل هو كده هو وظيفتكم كدولة تحمل الجمهورية اللي أنا بيعملها كل واحد لنفسه ده طبعا ونقاشات طويلة جدا في هذا الأمر مش عايز أخبر فيها لأنها نقاشات طويلة 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 مسألة هو ينفع هل دي ايه صح و ايه غلط فيها وفيه حاجات فيها نقاشات وخنايات كثيرة بعبارات أخرى فإن غياب السلطة السياسية التي تبارسها الدولة على الأفراد لا يعني أبدا وحرفيا استقلال مطلق للإرادة لكن الأمر يتعلق هنا بأسطورة معبئة الأسطورة معبئة دي واحدة من الحاجات لما باجي أتكلم على الطرح بتاع دكتور جميل أكبر فلما هاجم الطرح دول يا جماعة دالي برطارية ناركية وعمال يعمل أسطورة الدول الإسلامية اللي كانت كذا وكذا هذه الأسطورة المعبئة اللي بيتكلم عنها جميل أكبر هي الأسطورة الأسطورة دي أقدم منها هما هناك دخلوا القاش فيها أكتر إن فيه أساطير في عصر كده إن لابد إن يكون إنسان حرية مطلقة والسوق الاقتصادي أو الناحية المالية أو الحاجات السياسية فيه احتمالية إن أنا أو إمكانية إن أنا أخلي دوة يحصل دولة تبقى موجودة كل الأفراد فيها عندهم استقلالية مطلقة من أي سلطة وفيش أي حد يبقى عليه سلطة ليهم عليهم فطبعا دي أسطورة وهذه الأسطورة متكررة فكرة إن عايزين الليبرالية الأنركية الليبرالية الأنركية اللي هي الفوضوية الحاجات دي كلها هي فكرة الأسطورة بتاعة الزمن اللي كنا فيه كلنا ناس كل واحد نفسه بغاية لما جات القوانين والحاجات دي كلها وبوازت الأمور دي وقدت سلطات كبيرة للدولة ده طرح جميل أكبر بالحرف اللي شفت الحاجات الفيديوهات من الفيديوهات اللي صفح الجميل أكبر على الفيسبوك بعتهول بشارة هو الطرح بتاعه لما جاي تكلم عن الفقهاء ما ده هيصدم مع الفقهاء الفقهاء اللي بيدوا سلطات واسعة للدولة والحاجات دي كلها لما جميل أكبر جاي تكلم عنهم هاجم الفقهاء بشكل عاد تكلم ان اللي عملوا الفقهاء ده هو ان هم عملوا ادفاء للأمر الواقع سبغة شرعية للأمر الواقع يعني الظلم بتاع الحكام الفقهاء كانوا بيدولوا سبغة شرعية مش هكبر فهو كده وابتعدوا عن الصورة المثالية الأصلية اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاء فيها القرآن فهو بيعتبر ان الفقهاء هم شرعوا للملوك والطغاء الفقهاء شرعوا للملوك والطغاء الممارسات اللي كانوا بيمارسوها انما ما بيتكلمش على ان الفقهاء كانوا بيتكلموا على ان هذا هو دين اسلام جميل أكبر بيطرح نفسه عشان تعرف بس خطورة طرحوا طرحوا والله خطير جدا 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 جميل أكبر بيطرح نفسه ان اللي هو بيقوله ده الرؤية اللي هو بيقدمها هي الرؤية الحقيقية والقراءة الحقيقية للقرآن والإسلام والعودة إلى المنبع الصافي الأصيل ده مش هيكون إلا لما يبتعد نعيد قراءة الفقه ونستخد من الفقه الحاجات اللي الفقهاء قالوها صح فعشان كده هو الطرح بتاعه هو طرح انتقائي من الفقه يقول لك أنا جدت كذا 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 ستبتقوله طب النفس الفقهاء اللي انت لقلت منهم دول بيقوله حاجات كثيرة تانية حقول لك لا هنا حصل لهم أخطاء تجاوزوا فهو عمال ينطقي من الفقه يعني هو قراءته الفقه قراءة انتقائية قائمة على فكرة ان الفقهاء الأصل فيهم انهم كانوا يشرعنون الأمر الواقع ويقرؤون القرآن والسنة بصورة خاطئة جميل أكبر بيقول كل ده رحوا اتفرجوا بنفسكم على الفيديوهات حتى الآن الفيديوهات اللي انا شاهدتها دي هو ده الطرح بتاعه طرح ان الفقهاء ضلوا في هذه الأبواب عملوا شرعنة للأمر الواقع ولا يعني ذلك انه احنا نرمي كل التراث لا والله ما نرميش التراث بتاعهم هو الفقهاء في حاجات أصابوا فيها فاحنا ننقي من التراث بتاعهم الحاجات اللي أصابوا فيها عشان نصل للفكرة بتاعت ايه فكرة ان الدولة لا تتدخل والأفراد لهم الحرية الكاملة من عارف ان بقى بيقولوا إسلاميين والله يا جاسر بص المزاج العام او الثقافة السائدة في الإسلاميين خاصة مع القمع ما بعد صورات الربيع العربي كله أصبح عنده هستيريا بأطروحات وإلحلاك وإعادة أطروحات المسير تاني وروحات لي مش عارف لبيرتارية أنركية هو المزاج العام مزاج ماش وراء اليسار بيقول ايه بيقول ماركس بيقول كذا بس حط في الأول كذا بسم الله الرحمن الرحيم كذا كذا بس ماش لقول ماركس أسلم الماركسي فهي الفكرة هنا بالمناسبة الكتاب بتاع فيليف برو أنا شفت له الطبعة هو موجود لاتي الطبعة 15 منه أنا شفت له الطبعة الـ 12 موجودة أونلاين موجودة عن إنترنت وقرأت فيها شوية ولقيتها أنها حط بابين جداد في منهم باب قبل باب السلطة ده فكان الحالة بتاع تنبرح لما كلمتكم تلك أن فيه غالبا بيبدأوا في النظرية السياسية ما قبل ذلك من أول الفطرة الإنسانية هو عمل كده فهو رح حاطت في علم الارتماع السياسي لنفس الكتاب رح حاطت باب قبل الباب دوت بيبدأ من الفرد أو المجتمع وحتى عمل عنوان من العنوين حاطت البيضة أو الفرخ مين اللي جاء الأول فالمعضلة البيضة أو الفرخ هل الفرد أو المجتمع مين الأول وحيقعد يناقش طوال الباب الأول اللي حط ه باب كثيف وجاني ممكن نعرضه حط نقاشات جيدة جدا لهذا الأمر تمام فالمهم نرجع بس اللي احنا إن دي نظريات الأطروحة الليبرالية الفوضوية اللي حتؤدي الليبرالية الفوضوية الحاجة التانية اللي هي الحرية التي يؤكدها الرضا اللي قائمة على الرضا بين إن واحد بيعمل سلطة بصورة ما بس التاني بيرضع عنها بيقول إذا كانت ممارس السلطة على غير تعني الحد من حرياته فإن مساءات رضا الغير تكتسب أهمية كبيرة يبقى بيحد من حرياته طب إفرد به يعني ألف يمارس السلطة على به فحددت حرية به طب إفرد به راضي بدا هنسو يقال في حال وجود علاقة بين فردين يوحي فيها ألف إلى به بسلوك يرضى القيام به أن به تنازل عن حرياته وأنه أخضع نفسه لسلطة به السؤال بتاع النسوية المشكلة الكبيرة إن النسوية لما تقعب تقول إن في التاريخ سلطة ألف السلطة الزكورية والأبوية لما قعدوا يقولوها على النساء ويفرضوها على النساء ودي كان سلطة وقمع فييجي طيب تقول التاريخ فين صورات النساء على هذا الأمر ولئي النساء كانت تدافع عن هذه السلطة الزكورية الأبوية طوال التاريخ لئي النساء كانت عايزة تقر في البيت وعايزة تتزوج وتنجب أعمال منزل هي الأدوار بتاعتها وملهجة بالأعمال العامة والسلطات العامة ليه هو ده اللي كان غالب طوال الثقافات وطوال التاريخ هيجي يقولك إيه بقى يقولك لا أصلهم كان مضحوك وملعوب عليهم ما هم اضطر يعمل كده لأن فعلا الأدبيات بتاعت رضا النساء بهذه الأمور فعملها مشكلة فيقولك إن لا مدام الرضا ده هنا هل ده معناه إن هو النساء بتخضع نفسها النساء هي به اللي عليها سلطة من ألف الزكور فهي بتخضع نفسها وهي اللي راض يبدأ هنتناقش حاجة زي كده ازاي هذا معناه كده إن هو تنازعت عن حريتها لو هي أخضعت نفسها هي أخضعت نفسها بنفسها بسلطة الجيل هي تنازعت عن حريتها النساء إجابة النساء هي آه طبعا يا إما بيعملوا حاجتين يا إما آه طبعا هذه إنسان عبدة أصلا إنما إحنا كوين ويا مالكة يا كوين وانت كوين مش عارفين فكرة كوين دي اللي هي اللي جات في دماغهم ما هي طلع من فكرة إن أنت العبدة والملكة ما ينفعش العبدة والحرة هو أنت ما هي أي حد ممكن نقول عليه حرية في عصر زي اللي إحنا عايشين والله هو كله أحرار لأ أنا عايز العبدة قدام إيه العبدة اللي هي بتخضع نفسها به ألا تخضع نفسها بنفسها لسلطة الرجال إنما التانية كوين لا دي الملكة زعيمة الأحرار فهذه مش ممكن تخضع لأي سلطة لأن هي أصبحت هي السلطة وهي التي تفرض السلطة يئمة السؤال دا يئمة بيعملوا إجابة تانية اللي بيحاولوا الإجابة الاعتذارية النسويات اللي بيحاولوا يعملوا إجابة اعتذارية وإيه هي الإجابة الاعتذارية غير الإجابة العدائية الإجابة العدائية أن أنت عبدة بتخضيع نفسك لسلطة الرجال تمام فيه إجابة اعتذارية الإجابة الاعتذارية هي أن والله النساء ليس عندهن وعي طوال التاريخ والرجال كانوا بيحافظوا على النساء أنها تكون لا تنمي الوعي بصورة واضحة ودي الإجابة اللي احنا يعني عارفينها يمكن في مصر لأن أي حد تتراجنا على حلقات بتاعة نساوية القرن التسعتاشر ومطلع القرن العشرين في مصر كانت ظاهرة أن هذه النساوية التي ظهرت في مصر النساوية الإسلامية اللي بعد ذلك هتنشق النساوية علمانية ونساوية إسلامية بمعنى إسلامية بمعنى جماعات أن فكرة أن التاريخ الإسلامي حصل فيه هيمنة زكورية من الفقهاء وهؤلاء الفقهاء والشيوخ أغلقوا المجال العام تماماً على النساء وقصروا النساء على المجالات الخاصة الفكرة بقى إيه فإحنا عايزين نكسر الحاجات دي كلها ونهاجم هؤلاء الأعمال اللي عملها هؤلاء الفقهاء والفقه التقليدي عشان ننتج بالاجتهاد فقه حديث يطلع للنساء ونعمل الغرض اللي كان عايزه النبي من الأصل أن النساء تكون عضو فاعل في المجال العام في المجتمع ويكونوا على وجه المساوية مع الرجال في المجتمع هتلاقي ده الأطروحة بتاعت نبوية موسى أو هدى شعراوي أو هبراقوف أو جيرة أو جيرة كلها ستبقى نفس الأطروحات ومشي في نفس الاتجاه طيب إيه رد النظرية القانونية على ده؟ النظرية القانونية بيقول لك بص أنا عندي تفرقة واضحة والحاجة دي مهمة جدا بالنسبة لي ترد النظرية من أوضح الردود بالنظرية القانونية ترى أن هناك فئتين كبيرتين من الأفعال العقد والفعل الوحيد الطرف بالمناسبة هو هنا في الترجمة مكتوب العقل العقل وطبعا دي خطأ أنا جبتها في النسخة اللي هي الجديدة اللي هي بتاعت 2012 أو طبعا الـ 2012 بتاعت 2015 مش مذكر بالزبط عامل زي بس النسخة الجديدة لما ترجمت الترجمة الآلية عن الفرنسيين مباشرةً هيتم ترجمة العقد العقد مش العقل فأنا بقيت بصحح هنا بنصححها بالترجمة الفورية الأول إيه فكرة العقد قال لك بص في أفعال حاجتين العقد ده يفترض أن فيه اتفاق شكلي ما بين الأطراف المتعقدة على أساس المبدأ الشهير للاستقلال الإرادة أنت بقردتك دخلت في عقد مع فلان أن أنتوا تعملوا الحاجة دي كلها وفيما عادة حالات عيوب الرضا يعني فيه مشكلة اللي هي حتلاقيها النظرية العقد برضو ما عندنا في الفقه الإسلامي والناس اللي درس فقه المعاملات بطريقة حديثة شوية عارفين كويس أن اتكلموا في هذا البات فكرة إن فيه غضن أو فيه حاجة بعملها بظلم فلان أنا عملت حاجة بظلمه هو رضا بحاجة الحاجة دي مش هي دي اللي أنا هديه لأنا كنت عامل خداع ليه تمام؟ يعتبر القانون إذن أن العقد أمر متفق أساسا مع الحرية الفردية القانون هنا بيقول لك مصر مدام عمل عقد تعاقد سلطة إن ده يبقى ليه سلطة على ده وإن ده يأخذ نفسه سلطة ده ده تعاقد ما بينهم ده كده حرية فردية مش عايز مش عايز الأمر ده ما تدخلش في العقد ده بل إنه حتى تعبير عنها ده مش مجرد لا بأس ده ده تعبير ده أحسن حاجة تعبير عن السلطة الفردية عن الحرية الفردية بالعكس بقى الفئة الوحيد أو أحادي الطرف اللي هو القانون أو المرسوم أو القرار ده قرار بيطلع من الدولة قانون بيطلع من الدولة مرسوم قانون يكون قانونيا صحيح من دون رضا خاضعين له مش مهم الناس ترضاه لو ترضاهش فيه قانون طالع كل المفروض ينصت إليه ولهذا السبب تعتبر النظرية هذه الأفعال أفعالاً القوة العامة بامتياز وأنها تستخدم سلطة الدولة طب داك هنا بتقليل سلطة الدولة وده الفرق بين الدولة العلمانية اللي بتتكلم عنها القانون بالمعنى الفرنسي والدولة الإسلامية إن القانون أو المرسوم اللي نازل لابد أن يساد إلى سلطة تحكيم الشريعة حاكمية الله سبحانه وتعالى قبل حاكمية البشر البشر مش هم اللي بيشرعهم مع ربهم سبحانه وتعالى فلو تشريعتهم طلعت مخالفة لتشريع ربهم سبحانه وتعالى يجب عليك ألا تنصد إليهم وألا تستمع إليهم وألا تنفذ ما أرادوه يظهر دا في حتة بتاع الإمارة لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جين له بيقولونه دا حصل كذا الأمير جاء واللعنار وقال لنا دخله فيها ما دا بقى اللي هو النموذج متطرف بس هو هي نفس الفكرة فكرة سلطة ألف على به سلطة ألف على به إننا ما بيننا وبين بعض عقد بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد قائم إننا ننصد إليه ونستمع إليك أنت الأمير بتاعنا لكن هذا العقد مش قائم على فكرة أو أن أنت تطلع أي حاجة هذا العقد اللي بدنا ما ينفعش تطلع مرسوم أو قانون أو أي حاجة أو حالي الطرف من ناحيتك اللي هو ممكن ننصد إليه ونستمع إليه لكن ما يكونش فيه الهلاك المحقق بدون أي حاجة لأن تقول لنا هلاك بحقق ندخل نولع في نفسنا إحنا هنا مش في جهاد فيه كذا في العدو ففيه محتاجين حد ينغمس فممكن حد يدخل ينغمس بالجهاد في الآخرين إنما هنا انت داخلت وتولع فينا بس كده فالنبي صلى الله عليه وسلم يكرر اللي هما قالوا بل يعمل تنبيه خطير جداً ينعطوه اللي هو لو كنتوا دخلتوا النار ما كنتش هتطلع منها يعني لو كنتوا سمعتوا الكامل اللي هو الأمر اللي هو قالوا ده انتوا مكنش هتطلعوا من النار كنتوا هتروحوا جهنم انتوا سمعتم اللي هو عملوا اللي هو بيقولوا ده ما تنسطوش ليه لإيه؟ لأن فيه قواعد عليا فوق الجميع إنه هو مستمد للسلطة منها القانون أو المرسوم أو أي حاجة هو حيقولها لو تتوافق مع القواعد العليا الربانية اللي نزل في القرآن والسنة تمام لا تتوافق أم مش هننصط إليها ولا نستمع إليها طيب حيكم أن المقاربة القانونية تعطي إذا كثير من الأهمية لوجود رضا يمكن البرهنة عليها وهي بالمقابل لا تستطيع الاهتمام بالسلاق الاجتماعي والنفسي الذي أعطي فيه هذا الرضا أبداً لسه كنت حتى ما كملتهاش أن الفرق ما بين الدولة العلمانية والدولة الإسلامية أن هذا من الفرق المهمة أن السلطة بتاعة أي أمير أو إمام أو أي حد هي مستمدة من سلطة ربنا سبحانه وتعالى من سلطة النصوص والشريعة فما ينفعش هو يقول لنا على حاجة يقول لنا نفذ وإحنا نقول له تمام يا فندم ومش مهم الحاجة دي توافق الشريعة أو لا هي قصة دي سلطة الدولة يبقى أنتم بتعبدوا الدولة الدولة هي اللي بتدين السلطة وهي المفهوم العلماني تمام؟ الدولة القومية إنما لا هو الدولة القومية كتعبير عن نموذج أرضي عشان برضو الناس المهووسة بكلمة الدولة لا الدولة كتعبير عن نموذج أرضي إنما هو لما تيجي تجرد الأمر هي مفهوم السلطة يعني برضو ما يجيش واحد زي شيخ ولا حاجة روح فجر نفسك فيما كذا فجر نفسي في إيه؟ مين اللي قال دي حاجة ممكن أعملها؟ ليه؟ أصلا أنا أبدي لك الأمر لا السلطة هنا تخالف الشريعة سلطة الكلام لو أنت قلت حاجة تخالف الشريعة لن أنصف إليك فيها واجب إن أنا أعارضك وأخالفك إنما هناك السلطة الإسلامية السلطة الإسلامية الشريعة هي اللي تددي السلطة أعرفين مين اللي يأخذ الفكرة دي؟ كان من أولا بقى مكتابها سيادة لقيته في واحد مارتين بوبر تقريبا أعز أتذكر اسمه لأنني نعشي الكتاب من 2018 أنا إيه؟ مارتين بوبر أعز أكد بس أيها هو الفيلسوف الإسرائيلي مارتين بوبر مارتين بوبر ده لما تيجي تقرأ له يعني تقول إيه ده يعني أولا هو قبل سيد قطبه قبل الناس دي وتلاقي الحاجات بتاعته اللي بيتكلم عليها حاكمية الشريعة ولست حاكمية الأرض وإن مش إسرائيل أو حكامة إسرائيل هم اللي يحكمونا اللي بيحكمنا هو شريعة الله والحاجات دي كلها تقول سبحان الله هنا احنا نتكلم على مفاهيم واضحة التشابه مع المفاهيم الإسلامية مفيش واحد يقول لي أن سلطتك دي أنت بتستمدها من الشريعة وللنظرات الإسلامية وافقنا فيها واحد يهودي ألماني نمساوي وهجر إلى وإن كان هو كان عايش في الجمهورية بايمار على ما أتذكر بقى كان هجر إلى إسرائيل الفكرة أنه هو اتكلم على نفس الأمر اتكلم على شريعة اليهودية فيه حاجات فيها حيقولها أن أهل الشريعة اليهودية فيها توافق كبير مع الإسلام وده واحدة من أسبابه طبعا لموسى بن ميمون ودلات الحائرين وتأثير الكتاب دوة الكبير جدا على اليهودية يهودية أخامات في أوروبا نوسى بن ميمون أيام الأندلس في وقت كان تأثير الفكر الإسلامي ده الحائرين موجود عندي هنا ويتباع الفكرة في دار المعارف لما تجي تقرأوا دلات الحائرين ده كتاب علم كلام تقليدي كأن يعني معادة شوية حاجات بقى اللي هي الطبع اليهودية الطبع اليهودي والتأبيرات الطورة فيها حاجات كتيرة في الأدلة عملت أقرأها كأنه واحد علم كلام إسلامي وهو جيب بنفس الصيغة والكتاب مكتوب بالعربي أصلا الكتاب ده بعد كده دخل في الحاجات في الشرائع متدخل فيها الكتاب ده ترجم بعد كده وكان بيستمد منه اليهود لقرون الشريعة بتاعتهم فطبعا تأثير الإسلامي الواضح على موسى بن ميمون والشرائع اللي حطها التنظيرات اللي حطها للشرائع اليهودية كان تنظير إسلامي وواضح جدا من لغته العربية وطريقته الكلامية والطريقة الحجج اللي بيحطها انت بقولك فيه صفحات ممكن تقرأها ده كتاب عامله غزالي مثلا كتاب عامله مش عارف مين كده وبيرد هنا على الفلاسفة هتلاقي فيه حاجات عمال يرد على الفلاسفة كأن في حالة كده فقرات ابن تيمية بيتكل فده لما ترجم للحاكمات دخل بالتأثير الإسلامي على اليهودية في كثير من الأفكار تمام؟ فنرجع للحطة نعدي الحطة ديت اللي نحن كنا نتكلم فيها فهو يتكلم في فكرة المقاربة القونية ومشاكلة بالمقاربة القونية من مشاكلة انها لا تنظر للسياق السياق الثقافي والاجتماعي والحاجات دي كلها هي بتحط قواعد عامة للجميع لا تستطيع الاهتمام بالسياق الاجتماعي والنفسي الذي أعطي فيه هذا الرضا لأن كثيرا من الاتفاقات القونية قد تصبح مشكوكا فيها اللي هو بقولك ايه؟ أنا عايز مقاربة القونية العقد ده صح ولا غلط؟ الكلام ده ده صح ولا غلط؟ مش هاعد بقى أقول كل واحد هو أصل هو نشأ في مجتمع اتباعه كذا أصل هو حصل له إكراه اجتماعي بسبب كذا أصل هو الثقافة أصل هو النفسية يعني فيه حاجات كثيرة الست ديت أو الناس دول استعمدوا قبلتوا ليه الاستعماد؟ دخلوا فيه عقد أصبح فيه مستعبة كما كان بيحصل في روما ما قدرتش أدفع الدين بتاعي يحق للمدينة إن هو يخليني عبد من العبيد طب أنا دلوقتي كنتلاقي الناس فيه وفقت بقى عبد انت نزلت زي من مرتبة العبد دي إزاي وفقت على كده وفقدت الحرية بتاعتك لأن الثقافة اللي كانت موجودة في وقتها هو قابول هذا الأمر فبيقول لك النظرية القانونية هي أهم حاجة أن يكون فيه عقد العقد بيقول كذا كذا ما ببصش قوي على السياق الابتماعي والنفسي الذي ظهرت فيه هذه الأمور ومش هدخل في كل حاجة هاعد شك لأنها هاد شك في كل حاجة وكلامهم من هنا صح وعشان كده ممكن هتلاقي يقول لك الفقهاء والأيوما كلام الفقهاء هنا صح أنا هبص بقى في كل حاجة في العود والقوانين هاعد أشوف كل عقد عقد تعالي نعمل محاكمة عملت عقد بينكم بين بعض تعالي يا ابن أنت العقد ده اللي عملت مع فلان اقعد بقى شوف لي السياق الاجتماعي والثقافي والمشعرفة والنفسيات كالشكلة عمل تحقيق على كل عقد خذ بالك العقد هنا اللي بيتكلموا عليه عقد عام لأي نوع من أنواع التعاقل بين البشر يعني أنا رايح أشتري عربية هاعد بقى روح أعمل محاكمة يتشاف ومثلا نفسيا وابتماعيا وثقافيا هيعمل كل عقد هاعمله لازم يتعامل لي محاكمة طبعا القانون مش فاضي الكامل الفارج ده مش هقدر أعمل لكل بشر أنا بعمل الحاجة عامة وببص للعقد العقد صح ولا لا إنما هاعد لكل واحد هاعمله واحد اشترى ترابيزة واحد اشترى سيارة واحد اشترى واحد عمل عقد أنا هاعد أبص لكل عقد عمل ايه وعقد الزواج وعقد مش كل حاجة فأنا بعمل قواعد عامة وتسري على جميع العقود ولو وزارة حالة شازة بقى يجو إيه أكون أنا عندي وده اللي بيعمل الفقه إن أنا أحض المسائل كتير بتاعة الحالات النادرة أو القليلة المثيل بتاعها ايه في الفقه مسألة المساحة الوسائعة التي تجدها في الفقه للخنصة المشكل الخنصة المشكل ده باعتراف الفقه نفسه يكاد لا يوجد وهناك من أنكر وجود الخنصة المشكلة الخنصة المشكل مش مجرد خنصة مش مجرد واحد يمتلك العضوين الزكر والأنصة لا الخنصة المشكل هو واحد مش قادر يحدد هو زكر ولا أنصة احنا قلنا الخنصة بيجي أو ما يبقى عنده وعي وقدرة على الوعي هو بيحدد أنا لا أنا ميولي لا أنا زكر أنا مش أنصة وبقى واحدة تقول لا أنا أنصة مش زكر خلاص يا جماعة دي بقت زكر ودي بقت أنصة الإسلام محددها خلاص ما فيش الخنصة اللي هو على ندرة الخنصة لو ظهر أصلا الحاجة دي بشوف رأيه مزي المعاصرين الفيديوهات تاعة المعاصرين اللي شفناها ومنهم للأسف هيسم طلعت في الفيديو اللي طلع فيه قاعد يتكلم عن الخنصة ويقول الخنصة دي دبقى غلطان لو قلت اللقب ده ما تعودش تخبط بأي حاجة كده اللي عملية مش عافية يعني أنا زعلت جدا من الدكتور هيسم طلعت في الفيديو بتاعه فيديو سيء جدا لما تكلم عن الخنصة لا تتحدث فيما لا تفقه جيدا لأن انت مش عارفت بتخبط في حاجة عاملة زي اللي كلمت على الفقهاء هو اللي صح إنه ما فيش حاجة اسمها خنصة ليه حضر لكم ما فيش حاجة اسمها خنصة هروح أشوف الجيناء بتاعته خلاص لو إكس وي ما يهمنيش رأيه لأ لأ الفقهاء ما بيتكلموش على كده الفقهاء بيتكلمو إنه لابد أن يأخذ رأيه ورأيه هو الأصل فهو لو قال أنا أنسة خلاص هو ده رأيه اللي حيمشي جيناته هو عنده أصل مشكلة إحنا لدينا الأعضاء الظاهرة ورأيه النفس تمام ما فيش أكتر من كده هو في الطرح بتاعه بتاع الدكتور هيسم طلعت في الحال اللي تحدث فيها الخنسة خطأاً فاحشاً ويعني نقدر نقول أن نعتبره بصورة ما تطاول على الفقهاء لأنه اعتبر إنه لو قلت خنسة وقلت إنه في عاجة أسمعها خنسة بتعبيره لو أنه نذكر جيداً قال أنت كده بتخدم الأجندة الأجندة بتاعت الفكر المؤاملاتي شوية بتاعت أجندة اللوطية والحاجات دي كلها فأنت كده بتخدمه لو قلت خنسة وجدت كلام الفقهاء يبقى أنت بتخدم أجندة اللوطية كلام جاري جداً جداً وينبق عن عدم فهم المتحدث لكلام الفقهاء الفقهاء بيقولوا الكلام اللي هو متطابق بالحرف مع الطب الحديث وكان حتى قبل كده واحد من أطباء أنا داري الشريعة ومش عالف هو الكلام بتاع الفقهاء غلط جبت له التأسيمات من كتب طبية حديثة التأسيمات موافقة تماماً للي قاله الفقهاء بتاعة أنواع الخنصة الممسوح والمشعارف كل الكامل اللي كان لفقهاء بتاع الخنصة هو الذي يوافق الحاجة وما إيه الحاجة الوحيدة التي لا توافق هي مسألة اتفاق الفقهاء على أن الأعضاء الظاهرة اللي بوجودة جنب نفسية الإنسان وإرادة الإنسان الشخصية هي التي تحدد الحاجات الحديثة النزعة اللي بيحاول الأطباء ينشرها وهي معادية للكام بتاع الفقهاء ومخالفة لي اللي هي عايز يفرض عليه يعني واحد يقول لك أنا أنسة عنده الأعضاء الزكر والأنسة أو أعضاء مشوهة هو بيقول لك أنا أنسة وإنت تروح لا أنت زكر أنت عندك X و Y أنت زكر الكام ده عايزين يفرضوا عليه فإحنا هنا نقول لهم لا لا كامل ترمى في البحر كامل الفقهاء متفق مع كامل الطب في هذا الباب إرادته الشخصية بتدخل مدام هو رب العزو خلق عنده إذا كانت أعضاء تشير للذكورة مثلا ونفسيته يقول أنه أنسة ما حكم عند الفقهاء مخنص هذا حاجة تانية أعضاء مشوهة هو زكر ظاهر ويقول لك أنا أنسة لا أنت عندك حل مكنين يا حد تتسجن النفي بمعنى النفي كما فصلوا بعد الفقهاء بمعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنصين ومترجلات نفاهم طلعهم وحطهم في حتة مهجورة من البشر طلعهم من المدينة ووديهم في حتة مهجورة من البشر فقالهم معنى كأن ليس مجرد نفي يعني أننا وديه دولة إسلامية تانية ولا مدينة إسلامية تانية وحيصدوا للمناطق دي لا أنقس جنهم وأمرهم بأن يلتزموا بجنسها بالجنس بتاحهم طب أنا عملية تبريد نفسية تتعالج بقى بمرض نفسي وتطلب العلاج النفسي إنما لا تتصالح مع الأمر تمام فال يلا نحن شرقنا وقرضنا نتلعنا آه مسألة الخنسة عندما تكام عن الخنسة الخنسة المشكل اللي هو أي تقول عندك لتحدث يا ابني أنت عندك 11 سنة 12 سنة 15 سنة يا ابني أنت تحدد أنت ذكر أم أنسة المفروض الخنسة يسأل والله ما قدر أعرف أنا مش عارف ماشي بيترك لغاية لما يحدد وربنا يفتح عليه ويرفع عنه هذا ويحدد هو ولو في آخر عمره لكن ستلاقي الخنسة المشكل اللي هو أصلا نادر وبعض التابعين قال ما فيش حاجة يسمى خنسة مشكل أصلا لأنه دازم سيحدد يا إيو ذكر يا إيو الحالة دي اللي توشك أن تكون حالة افتراضية تمام ستلاقيها ويحاول يرصد جميع الحالات الشازة خاصة الحالات اللي هتعمل مشكلة عند القضاء ويبدأ ينقشها ويركز عليها أما الحالات اللي ما عندهاش مشكلة اللي هو الزكرة العادي هتصلي زكرة عادي هتصلي مع الزكور أحكام النساء في الصلاة كذا إنما ما اللي هتعمل مشكلة تاخد مساحة لا هذكرها هنا يا سيدي خنسة ليه عما يأخذ في باب الصلاة دخلي في كل باب دخلي خنسة أصلا يعني تواجده نادر والمشكل تحديدا تواجده شبه معدوم فأنت ليه هتطولي في كل حتة يقول لك لا استنى هتطولك في كل حتة لأن دي لو جات لفقه واحد يقول لك أنا مش قادر حدد أنا ذكر وأنسة ولو ما أنا أشنهاش في الفقه هتعمل مشكلة الفقهاء وكل واحد سيطلع فيها برأي وحتخرب الدنيا فأنا لازم أحطها يبقى الفقه هنا بيتوسع في المسائل ويحط المسائل الشازة يعمل عليها برواز تحديدا عشان خد بالك ديت اللي هتقع فيها فنحاول نجمع الأراء حواليه عشان ما تقعش فيها ما تاخدش لو أنسة مشكل ما ياخدش لحكم أحكام الزكور ولا النساء ما ينفعش يطلع مع الرجال يعتبر أنسة ومع النساء يعتبر ذكر فيه من الحتة دي فهي ده الفكرة للنظرية القبنية أنها تحاول تحط قواعد العامة وتركز على حاجات اللي هتعمل مشاكل وتبرزها ده لا يغفرغ منهم ولا زي بعض السفهاء لما يقال يقول هم عمين يعملوا حالات افتراضية وخرافاته لا مش حالة خرافية هو يحاول يجيب أقصى قدر ممكن من المساء اللي هتعمل مشاكل ويحطوها للطلبة يجيب أراء العلماء فيها ويبقوا عارفين عشان لو ظهرت لك مساء زي دي ما تعشف في نصيفة وكل واحد فيه يقول برأي فطوع في كوارث نرجع نقول فكرة العقود لأنك سام انتفقات الكونية قد تصبح مشكوكا فيها إلا أن الرضا يؤخذ عادة تحت التأثير بل تحت الضغط الذي يقاوم من طرف الثالث يعني هنا يقول لك نظرك الكونية تتكلم على الرضا في الواقع في الواقع هل الرضا ده بيبقى دايما أنت حر حرية مطلقة أو الأصل أن أنت تبقى حر وراضيت بحاجة برضا مطلقة قال لك لا دايما في طرف ثالث حاجة تالت أثرت على القرار في العقد الذي عملت هذا سيقول لك في العلاقات الخاصة مثلا سيقول في العلاقات الخاصة تكون حالة الحاجة والتبعية الاقتصادية أو الاعتمالية الاقتصادية أنا معتمد اقتصاديا على كذا أنا معتمد الجهة مثلا بتدي مرتب الجهة بتدي راتب ومحتاج حاجات كلها عشان يتعلم عشان أكل واشرب فدي كلها ما تعتبرهاش إكرهات دي كلها معناه أن أنت راضي وموافق على أن فلان يبقى ليه سلطة عليك لا أنت مكره بتعمل عقد مع شركة عشان تشتكت تقول لا أنا حر حر مطلقا بل وحتى إغراء المادة المعروضة للإستهلاك الأيفون كل شوية كان الكلام بدأ يهيئل لكن اللي حضره بصورة ناضجة وعية 2015 مثلا اللي هي كان كل شوية يطلع آيفون جديد زود فيه ولا حاجة يعني زود فيه حاجة بسيطة جدا الحاجة البسيطة جدا تتكلم الناس ترمي في خلال سنة واحدة يرمو الآيفون وتجري تجيب الآيفون الجديد فالإغراءات الاستهلاكية التي عمات تتعمل بتخلي بضغط عليك بها لا ينفعش يقول لي أنا راضي عملت عقد في شراء آيفون جديد عشان راضي وحر حرية كاملة لا هناك ضغوطات تعملت عليك وإكرهات منها إكره اللي أنا عملت حضارة استهلاكية ودايما عايز تستهلك ودايما عايز تجيب الحاجات الأحدث وده مهووس بالحلاسة ومهووس بكل حاجة جديدة فدايما عايز تجيب الجديد فأنا عملت عليك الضغط بهذا الأمر وضغوطات اجتماعية بقى أنت لسه معاك تليفون نوكيا من بتاع قديم بتاع الزراير فيبدأ فيه سخرية اجتماعية في العقد يعني داخل معاك شركة في العقد ده سواء مدير شركة رايح تتعائد معاها أو واحد ايفون تشير ايفون فتتعائد معاك كل دي حاجات بيستغل لها اللي بديت سلط عليك أنه يأخذ الفلوس بتاع كل دي اغراءات في العقد في العلاقات الدولية تكون المعاهدات خاصة تعبيرا عن موازين القائمة أنا بعمل أي معاهدة انت بتعمل معاهدة دي انت حر فالعقد اللي اتعامل ببين عشان حرية كاملة ولا عشان انا عملت اكرهات بسبب ان انا قوي جدا فانت مضطر تعمل معاهدة دي معايا هي الامر كده والصراع ما بين امريكا وروسيا في العلاقات الدولية طوال امريكا والصين عشان عمل العقود او الانتفاقات الدولية تمشي اللي هي امريكا عملتها معايا في مطلع الالفية الجديدة سنة 2000 هي العقود والسلطة اللي امريكا عايزها تبقى سنة 2014 لازم اغير فالصين بتحاول تغير وتعمل عقود بصياغة جديدة ايه السياغة الجديدة ان انا موازين القوة تغيرت امريكا مبقيتش البعبع اللي مخوفنا انا كصين ومرعوب منه ودايما مستخب منه انا بقيت قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة جدا فلازم الموازين تغيرت فلابد ان يكون ده ينعكس على العقود اللي ما بيننا سواء العقد السياسي او العقد الاقتصادي العقود الاقتصادية كانت بتبدلها فهو امريكا كانت النزاع ما بينها وبين الصين ان هو خشية امريكا ان تغير شكل العقود الاقتصادية وان بدأ الصين لها هيمنة في كثير من العقود الاقتصادية هيخليها تطمع انها تحاول تغير العقد السياسي او المعادل غير المعلنة اللي فيها تغيير لموازين القوة ان الصين تبدأ تتعامل مع امريكا بين الدية ودي من ضمن المشاكل اللي احنا الطائرات الصين اللي مصر عايز تاخدها قد يكون اللي معطل الموضوع ده كله الصين وخشياتها من امريكا الطائرات تستبدل طائرات الف 16 ياهو عيني عيني حتى القناة اللي بتتكلم صراحة دي بديلا عن العرض الامريكي انها تطور الف 16 المصرية مصرية مش عايز تطور الف 16 مصرية خلاص يعني شبه بتطلعها يعني من الخدمة او هتحتاج كل مش حاجة بتطلع في خدمة مع مصر يعني لكن هاو تبقى موجودة لكن ما توقع الشياء دي سأل العمود الفقري للنظام المصري العسكرية المصرية عايزة النظام صين انتوا عارفين ان قد يكون الموقف الموضوع ده هو الخشية الصينية روع بالصين من ان اغير المعادل المعاهدة اللي اوسط يبقى الطيران بتاعها طيران تبعي تبع الصين مش تبع امريكا وبالتالي مش هتتحكم فيه دي معادلة مش سهلة عند امريكا وحتبق عشان تخدها خدوا بالكم الصفقات دي لو تمت اعرفوا ان دي حاجة كبيرة جدا جدا في الحرب العمية الشياء دي الوقت لترتيب اوراق المنطقة حرب يعني دي حرب جبارة اصلا واللي لو حصلت يبقى الصين بتحط نفسها هنا بتغير المعاهدة المتفاهم عليها ما بينها ما بين امريكا انا عايزة اورس الشرق الاوسط يبقى امريكا مع اسرائيل بصورة واضحة وانا بدخل في الشرق الاوسط بقوة ان الاقوى جيش فيها انا بسلح الطيران يبقى عنده والطيران ويجي جنبها انا في رأيي انه بالنسبة كبيرة متعطلة من الصين ان الخطوة دي خطوة مش هينة خطوة مرعبة ومش اي حد حيقدر ياخدها الصين مش هتقدر تاخدها بسهولة مسألت ان طيران مصري يبقى طيران صيني بالكامل اه مصر بتحاول تدور على فكرة ان انا عايز حد بديل للسوفيت يامن اظن في حلقات العلاقات الدولية خاصة النظرية الواقعية وتكلمنا عنه اظن في حلقات عرض الايدولوجيا المحافظة تكلمنا عنه ان هوبز مهم المحافظين ليفياسان بتاع طمس هوبز سيقول فيه عبارة مهمة جدا سيقول ان نجاح الاسلحة ليس هو الذي يعطي الحق في ممارسة السيطرة على المهزوم مش مجرد انت عندك اسلحة كتير وان انت هزمت واحد عسكريا هو ده اللي هيعمل النجاح لا هيقول لك ده نجاح ناطس انما الاتفاق المعقود مع المهزوم هو ده النجاح هيفهمك حاجات كتيرة الفقرة بتاعته دي والنقاش اللي حيجي حالا دلوقتي هيفهمك كتير من مسألك ليه حماس مش عايزة تعمل اتفاق وليه اسرائيل من ناحية التانية بتماطل في الاتفاق الاتفاق بالسورة اللي عايزة حماس مصر ليه اسرائيل عايزة كده وليه حماس من ناحية التانية بتطلب مطالب معينة لن تتنازل عنها أبدا بيقول لك نجاح الاسلحة ليس هو الذي يعطي الحق في ممارس السيطرة على المهزوم او اسر او اضطر للهرب وانما فقط لانه استسلم ووافق على الخضوع للمنتصر خلاص انت المنتصر وده على فكرة حاجة مهمة في الحضارة الجربية وده اللي فهمك ليه لما جاء كوشنر فكان بيقول انا مش فهم العرب عايزين بليبي يقومه خلاص يتهزمه المفروض ان اليهود هم اللي انتصروا فانا مش فهم هم بيقوموا ليه مفروض خلاص انتو تخضعو انت تهزمت خللي فلان يبتلعك المانيا تهزمت هي واليابان من امريكا امريكا تبتلعو انجلترا جت تتحدى امريكا في حرب العلوان السلاسي راحت امريكا معلقها خلاص شكرا احنا عارفوا لقيمتنا مش هنقاوم هي كده المهزوم لا بد خلاص خضوع انما المقاومة مفيش مقاومة الكام ده بيجنون في المسلمين اللي هو بكل اللي بيتعامل فيهم ده لا يتوقف عن المقاومة مش كل المسلمين عشان فيه للمسلمين اللي بيقاوموا الحبيب المقاومة والجهاد ماضن الى يوم القيام لا يتوقف ابدا كل اللي بيتعامل في مكان يطلع في تاني هو بينزور لك يعني الامريكان والغربين على فكرة ما بيفرقوش عندهم ضربة حزب الله دي ضربة المسلمين زيها زي ضربة السنوار زيها زي ضربة هم عندهم الفكرة بتاعة انه شايفين والتأسيمات وبتاعهم لا مش شايفين كده دي ضربة الاسلام والمسلمين وبذلهم وبضربهم والحاجات دي اللي بيهمنا وعليه فان المهزوم برأي توماس هوبز هو من يرضى بالخضوع للنير منذ ان يكفل عن المقاومة هو ده المهزوم بجد اللي هو توقف عن المقاومة وراضية بوافق على ان فلان هزم ان الجه كذا هزمته لكن اطروحة هوبز ان كانت ترتكز على مفهوم جارح يعتبر خوف والحرية امران منسجمان مع بعض فانها ليست مجردة من الصحة هو سيقول اطروحة فيها فيها صحة 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 طبعا السياسية صحة سياسية ونفسية ففي اوضاع القمع الاقصى يشكل التخلي عن المقاومة في سبيل انقاذ الحياة وحماية الاهل والاقارب وتوفير اعمال التدمير فعليا شكلها من اشكال الرضا بالامر الواقع حتى وان كان حق المنتصر في التفوق يكتسي بالتأكيد اضعف شرعية اخلاقية اللي هو بعض الحاجات اللي بيحاول المخزين المشوفين يقولون الحماس يا جماعة ارضوا اي وضع عشان يتوقف القتير ليه عشان ايه بصوا اوضاع القامعة الاقصى يشكل تخلي عن المقاومة في سبيل انقاذ الحياة حماية الاهل والاقارب توفير اعمال التدمير هي فعليا شكل من اشكال الرضا بالامر الواقع خلاص احنا راضينا بالامر الواقع ان اليهود قاعدين ومقامين وهم الاسياد لو تخليت عن المقاومة حتى وان كان يقول لك حق المنتصر يا سيدي بالتفوق ده ما فيوش اي أضعف شرعية أخلاقية ما فيوش شرعية أخلاقية وحش و ما بالمهم ان ان هو ايه ان العمل اللي هو عايز وهو التاني وافق على ان يوقف المقاومة وعمال المقاومة ستوقف المقاومة مقابل ان انا هكون سيد في هذا المكان اللي سيتأل عليهم فين الشرعية الاخلاقية فين الشرعية الدولية اه يا وحش مش عاوت المهم ان انا خليت الاخر مقابينه وبينه عقد بالاجبار وارهاب ان هو يتوقف عن المقاومة واستسلم دي اللي ميخلي نتنياهو شايف ان مش هينفع اوقف وانسحب بالكامل اللي بيقوله حماس حماس مصرة ان المقاومة لن تتوقع المقاومة مستمرة وانتو هتطلعوا التدمير ده كله مش فارق معانا مفيش حاجة حتخلينا نستسلم ونخضع لك احنا موجودين لغاية اخر واحد حيموت مننا كلنا موجودين وحنفضل نقاوم ضدك دي الفكرة اللي مجننا اليهود من ناحية ومخليهم من نتنياهو شايفها لا انا عايز ازعان كامل انا عايز خضوع عايز استسلام هو ده اللي بيردله نتنياهو دايما انا عايز استسلام يطلعوا يلقوا الصلاح تماما ويستسلموا فاهمين الاصراع ما بين نتنياهو واليهود ما بين المسلمين هنا كله يوضحوا في القصة دي انا عايز استسلام خضوع وازعان كامل وعقد اللي احنا هنعمل الاتفاق اللي احنا هنعمل ده هو عقد استسلام وخضوع وازعان فالخضوع ده ان انا كيهود افضل موجود في غزة وفي المحور وفي الاتفا محور نساريم وشمال غزة شبه متفضي وحط فيه حاجات عسكرية وان الحاجات دي كلها مش هيتنفذ الكلام ده كله انا بقى مهزون ليه لان انا لو انسحبت القوات الاسرائيلية من غزة ايا كان القوات اللي انا هدخلها قوات عربية مشتركة ولا تعيضها بهالي والمقاومة هتروح طلعة وتروح واخد كل حاجة تاني في انا عملت ايه كاسرائيل يبقى انا خليت المقاومة هتطلع والله لو ما فيش جرطوبة واحدة في غزة وانسان واحد في غزة طلع بعد كل ده اليهود انسحبوا بالمفهوم ده لم نستسلم الى النهاية ولم نخضع ولم نوقع عقد اتفاق اي تمام يبقى ان ده كلا المقاومة استمرت ونجحت في الاستمرار هذا هو المفهوم اللي صعب ان يفهموا المخزين والمرجفين والناس اللي فيه هلع دائم ده الامر الامر بهذه السورة ببساطة يعني مسألة ان ده واحد عايز اسلام بمعنى خضوع والازلال والرضى باي شيء مهم ان انا افضل حي السؤال هنا دايما عشان بعض اللي بيطرحوا في صورة فقهية يعني الطرح بتاع الاستسلام ده السؤال هنا مين من الفقهاء المسلمين خاصة بعد ما انتنياوا حط الخطة بتاعته بالكامل ان هو حيمسك المدارس حيعلم الاطفال حيطلعهم صهاينة حيطلع اطفال غزة دول الجيل الاجيال الجيدة صهاينة حيبدل دينهم والرجل صريح انا هبدل دينهم انا لازم اتدخل دراسات الدينية ودخل كذا عشان نعمل زي ما عملنا في الدول العربية وازالت ايات الجهاد وحنعمل زي ما حصل مع اليابان الراجل صريح نتنياهو يعني عمال يخر افكار اصلا الغرب كان بيخبيها شوية ما بيقولهاش بالبجاحة دي بيقولكم ايه انتو غيرتوا انتو خصيتوا اليابان والمان احنا عايزين نخصيهم زي ما خصيتوا اليابان والمان احنا عايزين نغير لهم ملاجد تعليم زي ما غيرتوا ملاجد تعليم بتاعت الدول العربية انا عايز اغير لهم الحاجات دي كله عايز اطلعهم صهاينة من اخر هي دي خطتة يا إيلوني ماسك يا زعيمي الحرب الصليبية من زعماء التكنولوجيا الحرب الصليبية ايه رأيك يا إيلوني ماسك ايه رأيك يا ترامب هي دي الحرب بتاعتي حرب ان انا اعمل ابادة ثقافية ودينية فهمني بقى انهي فقيف المسلمين يوافق على ان يبدل واحد داخل يقولك انه يبدل دينكم ويقولك واقف المقاومة هتولي حد في تاريخ المسلمين ومن فقهاء المسلمين غير المخزولين وغير الاغمار والاصحاب الرعب جاء محتوط له ان واحد داخل يقول لهم انا هابدل دين الناس دول وقال لك مش مهم الدين اهم حاجة من افضل احياني ايه بس عندنا في التاريخ الاسلامي حصل كذا كان في التاريخ الاسلامي كان واحد محتل داخل بخمس تلاف جندي في مدينة فيها نصف مليون داخل في مدينة فيها نصف مليون فانا سيبدل دين مين هو داخل عشان ياخد السلطة فكان يحصل فقايا تلاوله وهذا من خطأ وبعد ذلك سابت خطأ خاصة مع نابليون وشوفنا ثورة القاهرة الاولى الفكرة كانت ان احنا كانوا بيرضوا انت واحد يدخل حيمسك السلطة لكن بعكال اقول انه عايز يبدل التشريعات يعمل تبديل التشريعات فحصلت الثورة لكن احنا بنتكلم هنا على واحد داخل مهيمن داخل بيقولك انا هابدل دينك فين في الفقه الاسلامي ان انت توافق على ان احنا نفضل عايشين اهم حاجة نفضل عايشين عشان الناس ما يموتوش وهو هيموت الاثنين مليون خلاص يا جماعة خلينا يعمل فينا اللي احنا عايزينه ان نبقى صهاينا وعيالنا يحتلعوا صهاينا و ايه المشكلة داخل يبدل دينكم يعني فيه حاجات كده حفظ النفس ليس مقدما على حفظ الدين القواعد دي خد بالكم حتى القواعد دي فيها نقاشات طويلة يعني حفظ النفس ليس مقدما على حفظ الدين فلن بواحد داخل بيقولك نتنياهو قفل السك على ايه حد من الفقهاء يتكلم على ان انا داخل على التعليم داخل اغير داخل اطلع اجيال صهاينا من العيال دي اعمل لهم زي الصهاينا العرب اللي عندي عرب 48 فانا داخل اعمل كده من اخر نتنياهو حط خطته بالكامل ما ينفعش واحد يجي بعد كده يقولك باسم الفقه انا هتكلم ان المفروض المقاومة يا حبيبي لا ده باسم الفقه المفروض كل اهل غزة يفضل يقاومه ايه بس كده هيتبادوا اولا اهل مصر واهل الدول العربية كلها ومصر على رأسهم شايدين زنب من اللي بيحصل شايدين زنب الابادة الجماعية اللي عمان تحصل دي وابادة دينية ان لم نتبرق من هذا الامر ممن يترك هذا لكن احنا نتكلم على حاجة تانية ان اهل غزة هم عليهم المقاومة الى النهاية لان ده بيقولكم انا دخل ابدل دينكم ربنا يثبتهم وربنا يرفع عنهم البلاء يا رب فهو دي الفكرة اكررها تاني اطروح تروفز ليست مجردة من الصحة السياسية والنفسية ففي اوضاع القامع الاقصى بشكل التكلي عن المقاومة في سبيل اقاذ الحياة وحماية الاهل والاقارب وتوفير اعمال التدمير فعليا شكلا من اشكال الرضا بالامر الواقع حتى وان كان حق المنتصر في التفوق يكتسي بالتأكيد اضعف شرعية اخلاقية ان فائدة هذا التحليل تكمن في السماح باجراء فصل واضح جدا بين استعمال السلطة واستعمال القوة فيه فصل واضح ما بين استعمال السلطة وقوة واخد بالكم بقى فيه حاجة مهمة هنا في هذا الامر هذه الامور اللي فيها بيقولك يا داخل ابدل دنكم لا تسري على الدول او الديار الاسلامية الحالية لا اسمام كثيرة ليس حينفى على عيشها كلها لكن هي بتدور حوالين فكرة ان هل ممكن اصل واحد ممكن يأخذ القواعد دي يقولك تمام نتأسر هذا القواعد في الناس تنزل صورات وحاجات حتى لو حصل ان شعب حيافنا بالكامل المهم يفضل يقاوم لا المقاوم لا تكون المفاهيم دي والمعاني دين لا تكون بين المسلمين نكمله ان فائدة هذا التحليل تكمن في السماح باجراء فصل واضح جدا بين استعمال السلطة واستعمال القوة ففي تمييز يؤخذ به جالبا في ايامنا هذا ولا سيامة من قبل هنة ارينت طبعا ايامه ايامه كان هنة ارينت الآن موجودة يعارض هبز بالفعل بين السلطة التي تستند دائما لشكل اشكال الرضا مهما كان صفة النفسية الحقيقية والعنف او القوة التي تمارس خارج اطار كل خيار اخر معروضة على الفرد الاكراه يكون حينئذ مباشرا ولا يمكن مقاومته وهذا هو حال معارض الذي يسكته المنع المادي لأي اتصال له من الخارج يعني فيه فارق كبير ما بين واحد فيه قوة وعنف وغلزة بين واحد معارض راضى راضى بالوضع وخلاص انا توقفت بسبب ان انا استسلمت ما بينه وبين يعني هو اه فارد بالقوة وفارد بكل حاجة لكن استسلمت هو هبز بفارد السلطة فيها نوع من انواع الرضى هل يعتبر ان اه العرض اللي بتعرضه اسرائيل نجيب دائما للمثال اسرائيلي المهم قوي هنا العرض اللي بتعرضه اسرائيل هل هو اه قوة ولا سلطة اللي اسرائيل عايزاه في غزة هو انها يبقى ليها سلطة على المقاومة ولا انها تبقى فاردة بالقوة والعنف وتستعمل القوة والعنف مع المقاومة العرض ايه؟ العرض ان اسرائيل عايز السلطة على المقاومة هي حتى الان بتستعمل العنف مع المقاومة لكنها حتى لم تاخذ طبيعة ايه؟ السلطة فارق ما بينه وبين ايه؟ ما بين الناحية في الدفة الغربية اسرائيل لها السلطة على السلطة الفلسطينية التعبير المضحك السلطة الفلسطينية هي العكس المطلقة هو أننا سألت السلطة الفلسطينية اصدقى استرائيل حتى انما اسرائيل في غزة طالما المقاومة مصرة على المطالب انها يبقى اسرائيل في غزة دولة قوة لها قوة وعنف لكن من لا يستطيع تخلم معهم ولا أدر أن يكونانيها سلطة عليهم إنما الجامعين برغم نفس القوة لكن القوة جاية مع نموذج من الردى السلطة الفلسطينية راضية لا أحدثما على صهيونية السلطة الفلسطينية لا يا سيدي، ليس صهيونية لست كلهم صهينا يا سيدي مثلاということ التي تظهر في السلطة في غدا فاتح في ناس منهم صهيو في ناس منهم راضيين بالأمر الواقع هذا الردى، هذا إسرائيل لها سلطة في الضفة الغربية لكنها في غزة حتى الآن ليس لها سلطة برغم كل القوة دي لكن ليس لها سلطة وهي اللي عايزة إسرائيل من كل اللي بيحصل ده إنها يبقى ليها السلطة على غزة هذا التحييل له مزية شد الانتباه إلى قضية دوافع السلوك به يمكن أن يرضى بإحاء من ألف إما بدافع المصلحة بما فيها خير أو شر يعني ممكن ألف يوحي إلى به إن هي إما مصلحة مصلحة إما خير أو شر إنه مصلحتك ما تعملش كده إما هقتلك أو مصلحتك تعمل كده وهديك إغراءات تمام؟ أو الجهل إنه يكون به ما يعرفش المصلحة بالكامل اللي هو بيعمله تجهيل كامل وبيروح يعرض عليه العرض فهو بيقبل بسلطة ألف عشان هو يجهل الحلول أو الدنيا المعطيات شكلها إيه به يمكن أن يرضى بإحاء من ألف إما بدافع المصلحة بما فيها من خير أو شر أو بدافع الجهل وعدم معرفة المعطيات الضقيقة الموقف أو بدافع العمل ويمكن أيضا أن يرضى بدافع الخوف أو تحت تأثير نقص لا يقاوم برضو غزة هو بيعمل ما في المسألة أن دلوقتي حاليا بعض الأشخاص من غزة بيتكلمون أن فيه استهداف حادث حاليا لكل الناس اللي بتوزع مساعدات إسرائيل عايزة تعمل نقص وتحصل مجاعات والحاجات دي كلها والنقص الذي لا يقاوم ده أن أكثر المقاومة هعمل لكم مجاعات إبادات ومجاعات وكل حاجة أنا عايز سلطة مش عايز قوة أنا عم أستخدم القوة عشان أوصل للحاجة الوحيدة الأخيرة وهي السلطة أن حماس تستسلم توافق على ما أنا بقوله وما يفتحوش بقوهم وده الخنزير بلينكين عمالي يروح من هنا إلى هنا الخنزير بلينكين ده عمالي وليه كل كلامه أن حماس لا بد أن تخضع بدون أي شرط هو زي ما أردت لكم فاكرين زي ما أردت لكم أن الكلاب الخنزير بتوع أمريكا ألعن من اليهود اليهود ممكن ألعن من يهود إسرائيل يهود إسرائيل ممكن ضغوطاتهم من أن يريد أن يعملوا أي صفقة مع حماس ده توجه موجود بداخل إسرائيل الخنزير بتوع أمريكا لا الخنزير بتوع أمريكا هو استعراض القوة بقول لكم إيه إحنا مش هنسمح مش هنسمح يكون فرض أنتم تتكلموا بأي شكل أنتم لا بد أن تخضعوا بدون أي شرط كيفية أننا مش هنخليكم تطلعوا كده مستسلمين وعريانين زي ما إحنا عايزين نفسنا نعمله لا الخنزير الأمريكان ألعن الفكرة يا جماعة الأمريكان ألعن من اليهود الإسرائيليين اليهود الأمريكان دول الخنزير الأمريكان فضاع في هذا الأمر أنا مش هسمح أنا عايز سلطة مش عايز قوة وده اللي فهم أنتم تنياهون تنياهون متوافق معهم لأنه هو ده فهم دماغهم هو عارف دماغهم ده تركيب الدماغ الأمريكان إيه قوة قوة إيه أنا عايز سلطة قهر ما تفتحش بقك اللي أنا بقوله أنا مدمر لك كل حاجة اللي أنا بقوله تقول عليه أمينه بس بيقول إن مقولة الرضا الحر بقى اللي هو كان بتاع اللي إحنا قلنا عليه في الأول خالص مسألة السلطة كحرية وأن أنت حر به ياخد حرية كاملة والحاجات دي كلها بيقول إن هذه المقولة تخور حينئذ بشكل مدوخ أمام تحليل متشدد يعني لو واحد جاي يعمل تحليل ناقد ومتشدد هل فعلا كل واحد بياخدار أي حاجة أو بياخدى على أي سلطة بحرية أو بإرادة كاملة حقيقي لا ما فيش حاجة زي كده المقولة دي حتى نهار تمام محدش حر في الحقيقة حرية كاملة لابد إن فيه إكرهات بتحصل ويتسبب فيها ومن الواجب بدون شك أن نأخذ السنية تم تعريف الحرية الذي أعطاه دي كارت دي كارت لما جاي تتكلم عن الحرية هل الحرية تكمن فقط في قدرتنا على فعل شيء أو عدم فعله أي تأكيد فعل أو إنكار فعل أو إنكاره متابعته أو الهرب منه أو بالأحرى فقط في تصرخنا بطريقة لا نشعر فيها فقط فقط بأن أي قوة خارجية تكرهنا على ذلك دي بقى دي الحرية الحقيقة إن إحنا نعمل حاجة ويبقى عندنا شعور حقيقي حقيقي إنه لا توجد أي قوة خارجية مطلقا بتكرهنا على ذلك ونعمل حاجة زي قتان هل في حاجة زي كارت دي الحرية المطلقة هل في حاجة زي كده في الحقيقة في الواقع؟ تب تعالى في الدين عشان كده المفاهيم بتاع الصوفية كانوا يلعاوه برضو على المفهوم اللي هو دي كارت بيتكلم عنه ده أنه عايز أن أنت تعمل إيه؟ تعبد ربنا ليس خوفا ولا طمعا لأنت عشان تدخل الجنة وتبعد أو خايف من النار أنت بتعبد ربنا عشان الحب ربنا عشان يا أم الله خطاب اللي في القرآن ده كله اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يخوف منه الناس من عذاب النار وبيحطوا النار تمام؟ ده كده الحاجة